في الواقع زيارة الرئيس السيسي إلى الصين بتحمل انطلاقة جديدة للشراكة الاستراتيجية الشملة بين البلدين في ضوء حالة زخم غير المسبوق اللي بتشهد العلاقات بين القاهرة وبكين في مختلف المجالات يعني في قراءة اقتصادية مهمة جدا جمانة لهذه الزيارة إلى جنب طبعا الشق السياسي المهم هناك أيضا نتائج اقتصادية مهمة جدا بالأمس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الصينية بكين التقى مع رؤساء لكبريات الشركات الصينية ورجال الأعمال الصينيين مصر من الدول الجاذبة جدا الاستثمارات الصينية في المنطقة بتحتل المرتبة متقدمة تصل للمرتبة الثالثة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الصيني في هذه المنطقة قراءة وفية للملف الاقتصادي والتعاون الاقتصادي ما بين القاهرة وبكين مع ضفنا دكتور علاء علي الخبير الاقتصادي اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر أهن بك دكتور علي صباح الخير يا دكتور الجانب الاقتصادي من هذه الزيارة حضرتك شايفه إزاي فيه نشاط مكثف جدا للسيد الرئيس لقاءات معه يعني رؤساء للشركات الصينية فيه تنامي كبير جدا لحجم الاستثمارات الصينية في مصر تحديدا طبعا في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وغيرها من المناطق الزاوية الاقتصادية شايفها إزاي خلينا في الزاوية الاقتصادية نبدأها بس بحاجة بسيطة كده هي الصين يعني الصين أكبر تالت دولة على مستوى المساحة أكبر دولة على مستوى تعداد السكان بنتكلم عن تريليون ربعمائة وخمسين مليار نسمة أكبر أكبر تريليون أكبر الدولة في التبادل التجاري على مستوى العالم بنتكلم في حدود ستة وستة من عشرة تريليون يعني بنتكلم في تلاتة ونصف تريليون صدرات اتنين ونصف تريليون واردات تريليون فالعلاقة مع دولة كبيرة زي دي برضو لسه ما ابتدتش من دلوقتي فخمت رئيس زهر الصين 2014 وزهرها في سنة 2019 وتمت زيارة رئيس الصينيين في مصر في 2016 بالإضافة للزيارة اللي تمت من خلال اليام اللي فاتت دي كل هذه الزيارات كان محورها شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد إيه اللي خديته مصر خلال الفترة الأخيرة يمكن نتذكر بس في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد اللي تم من ابتد في 2016 كان عملنا اتفاقية تبادل للعملات مع الصين كانت تعادل حوالي 3 مليار دولار في وقت كنا محتاجينها وقت التعويم الأولاني بتاعنا عملنا مشروعات للبنية التحتية مع الصين ويمكن ده الفكر اللي تمناها فخمت الرئيس في أن احنا إذا كان حجم التبادل التجاري بيننا وبين الصين قرابة الـ 14 مليار دولار بس طبعا 12.9 من 10 منهم لصالح الصين واردات وحوالي مليار دولار صادرات مصر للصين عشان نقل بهذا الوضع مع دولة كبيرة زي كده كان لازم نضع تحت عيوننا توطين الصناعة وبالتالي ابتدرينا نعمل مشروعات مع الصين اتفاقية الأخيرة معها حوالي 14.750 مليار دولار عشان مشروعات الهايدروجين الأخضر البرج الأيكوني اللي بيتم فيه العاصمة الإدارية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشروعات البنية التحتية كلها وبالتالي هذا التبادل بين اللي نهو وبين اللي صناعة موجودة هنا وأستطيع نتيجة الاتفاقيات اللي عملتها مع الصين والتبادل التجاري اللي بيهدم إننا أبقى فعلا مركز تجاري وده اللي بيعززه الاتفاقية اللي مصر دعمتها في 2019 اللي هي الحزام والطريق طيب بالحديث يا فندم عن هذه المبادرة لو حضرتك نستغل وجود حضرتك معنا ونشرح لسيدة المشاهدين هذه المبادرة مبادرة الحزام والطريق وأيضا مدى جدوتها بالنسبة أو مدى جدوتها بالنسبة لمصر الحزام والطريق هو حلم صيني من زمان قوي من قبل الدولة العثمانية وكان بنسميه طريق الحرير اللي هو التبادل التجاري اللي كان بيتم من الصين عشان نروح لأوروبا فكانوا بياخدوا طريق الحرير ده اللي هو المحور من الصين اللي المفروض هيمر على قناة السويس ويدخل يبقى ليه مدخل لأوروبا وليه مدخل لأفريقيا التبادل التجاري ده الحزام والطريق جاي من امتداد من الصين لغاية كان نفسهم يوصلوا طريق لغاية لندن والجزء البحري اللي هو هيمر بقناة السويس عندنا ويبقى ليه مدخل لأفريقيا أو لأوروبا بحرية وبالتالي هذه الخريطة أو الخطة الصينية بتدعم بقى من خلالها إيه اللي هنستفادوا إحنا مصر بتدعم من خلالها البنيات تحتي يعني أنت لما بتعمل تبادل تجاري أو محتاج أنك تعمل خط للنقل أو الطرق من دولة ودولة محتاج أن يكون الدولة اللي هيمر بيها فيها بنية تحتية جاية وده اللي تم فعلا في الاتفاق سنة 2019 وخصوصا أن مصر هي بوابة الصين على القرى الإفريقية هي بوابة مهمة جدا وعين الصين الفترة اللي فاتت على استثمارات أكبر في القرى الإفريقية لو اتكلمنا دكتور بعد إذن حضرتك عن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس احنا بنتكلم بلغة الأرقام حوالي 140 شركة صينية بتعمل الآن استثمارات بتصل إلى ما يقرب من 2 مليار دولار أهمية هذه المنطقة الاقتصادية في الاستثمارات الصينية وأيضا العائد على الاقتصاد المصري احنا فيه مصنع للألياف الزجاجية مع الصين هيخلينا التالت أكبر منتج للألياف الزجاجية على مستوى العالم مصانع الهيدروجين الأخضر بنتكلم في 14 مليار مش بس 2 مليار وده معمول في العين السقنة وبالتالي الاتفاقيات دي والتبادل ده بيفدنا احنا عن النهارة بتعامل مع دولة هي أصلا عضو في البريكس وإحنا دلوقتي عضو في البريكس الزيارة اللي بيقوم بها في خمط الرئيس دلوقتي مع إحنا أعضاء في البريكس مع الصين حجم التبادل بيننا وبين دول البريكس يعادل تقريبا دخل على 30 مليار دولار لما نجي ننظر للجانب بتاعنا في الميزان التجاري بتاعنا اللي هو بيبقى فيه جاب أو عجز حوالي من 25 إلى 28 مليار دولار فالنهار ده ما يكون عندي تبادل مع دول البريكس في حدود 28 أو 30 مليار دولار يبقى أنا أستطيع مش إن أنا ألغي أو أحل مشكلة العملة الصعبة بس لأ أنا أستطيع أن نعمل اتفاقيات تبادل وده تم بيننا وبين الصين وتم بيننا وبين الإمارات على مستوى العملات والاتفاقية اللي تمت مع الصين في 23 السنة اللي فاتت على طول إن احنا تبادل الديون بمشروعات تنموية يعني النهاردة كان حجم الدين بيننا وبين الصين قرابة 8 أو 2 من 10 مليار دولار الـ 8 أو 2 من 10 دولار ممكن يتبادلوا باستثمارات في مجال التنمية اللي هي الطاقة الجيدة ومتجددة بنية التحتية الهيدروجين الأخضر الألياف الزجاجية الصناعات إذا كانت صناعات تخص أي حاجة تخص البيئة وفقا ومؤتمر المناخ وبالتالي بنخفض الانبعاثات الكربونية ويتم عند استثمارات في هذا المجال يعني في ضوء حديث حضرتك يا فندم عن فكرة الشراكة الاستراتيجية والتجارية بين مصر والصين أعتقد أنه لو كلمنا عن فكرة الصادرات فقط إن كانت الصادرات الصينية أو الصادرات المصرية فهي شراكة تقليدية لكن بوجود كل هذه الشركات والمصانع في مصر فهي تحولت لشراكة أكثر انتجية سؤيل حضرتك يا فندم أنه بلغة الاقتصاد لازم يكون فيه وين وين سيتيواشن أو موقف المكسب مكسب أو الطرفين يكونوا كاسبانين فكيف تنظر الصين لمصر ماذا ترى الصين في مصر أو في السوق المصري هي ترى فيها تحقيق الحلم لاستكمال خطة خريطة الحزام والطريق ترى إن إحنا عندنا مشروعات تنموية كبيرة جدا في مجال مكافحة تغير المناخ ترى إن إحنا ممكن نكون بوابة لأفريقيا كلها ويمكن لأوروبا من الجانب الآخر من قناة السويس وبالتالي المشروعات اللي دخت في الصين وهي شركة استراتيجي يمكن إحنا بتدينا علاقات مع الصين من سنة 56 لكن العلاقة الاستراتيجية القوية ابتدت سنة 2014 بزيارة الرئيس المصري للصين كل ده إن عكس فعليا على الأرقام اللي أنا كنت أتكلم عليها في استثمارات يعني هل هي خلينا نقول مزايا لوجستية فقط لا مش بس لوجستية واقتصادية وبيبني عندك صنوعة في اتفاقيات على كنا بنتكلم عن مصنع للشرايح الإلكترونية هو يتصنع هنا في مصر ونبقى بلد منتجة للشرايح الإلكترونية وزي ما قلت لحضرتك توطين الصناعة مش بس أن أنا أعتمد على أن أخذ تبادل تجاري لا أنا أتكلم عن توطين للصناعة ونقل خبرات وتوفيق خلص عمل ونقل خبرات ونقل نهاء وتبقى شراكة اقتصادية جميل فيما يخص توطين التكنولوجيا والصناعة عايزة أسأل حضرتك هنا البيئة الاستثمارية في مصر إحنا قدمنا إيه للشركات الصينية أو المستثمر الصيني عشان نكون أكثر جذبا من مناطق أخرى منافسة للسوق المصري يعني هل في تسهيلات بتقدم البيئة التشريعية الاقتصادية مصر مش بس على مستوى الصين إحنا مصر خدت خطوات ويمكن إحنا بنتكلم في الموضوع ده إن إحنا بقلنا أكثر من عشر سنوات بندعم البنية التحتية وكان يمكن في ناس كتير قوي في الأول يعني بيبصوا تحت رجليهم بيقولك أنت ليه بتعمل بنية تحتية حديرة البنية التحتية دي لو ما كانتش موجودة انت بركتش تعرف تعمل استثمار المستثمر مش هيجيلك وانت عندك الكهرباء بتقطع والطرق مش موجودة والطاقة مش موجودة الكلام ده كله بيؤثر على المستثمر مستثمر عايز لما يشتغل في مكان يلاقي البنية التحتية بتاعته موجودة يلاقي شبكة نقل ينقل بيها يلاقي بنية تكنولوجية النهاردة ويلاقي اللي حضرتك تفضلت به القوانين اللي هي بتسهل زي تعديل قانون الاستثمار سنة 2017 والرخصة الزهبية الحاجات دي كلها اللي هي بتسهل كنت عشان تطلع ترخيص بتمر على موافقات من 13 وزارة النهاردة انت بتطلع الرخصة الزهبية من جهة واحدة بس وخلال 3 أسابيع وبتقدم عليها كمان من خلال ويب سايت اللي فيه كافة الطلبات والإجراءات اللي مطلوبة عشان استخراج الرخصة فانت قدمت كل المزايا بخلاف الإعفاءات الضريبية والتسهيلات اللي بياخدها المستثمر الجادزة اشتغل خلال سنتين من سنتين لتلاتة انه بياخد إعفاءات إضافية نتيجة حوافظ الاستثمار وبالتالي انتشجعت بالنسبة مش للصين بس لكل دول العالم وده ممكن ده انعكس برضو ان احنا لسه شايفين مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى مصر بتتكلم فيها قدرتنا على اننا النهاردة بقينا جاذبين الاستثمار انا من سنة 90 تقريبا اتذكر راح كان طالب في الكلية كنا بنقول الاستثمار يعني كان دايما مصر محتاجة الاستثمار محتاجين ان احنا نتحول للانتاج اعتقد ان احنا بنجني سمار الفكرة اللي كانت موجودة دلوقتي والسبب فيها هو ان بقيت بيئة جذبة الاستثمار وبقى عندك تنمية حقيقية النهاردة موجود محطات الكهرباء اللي افقا والطاق جدا ومتجددة سواء شمسية او على مستوى الرياح في مصر طبعا من اكبر محطات موجودة في بنبان محطات الكهرباء اللي موجودة في السخنة وبالتالي انت بقى عندك بنية تحتها قوية جدا وبقيت جاذب كمان الاستثمار وخصوصا في اتفاقات المناخ اللي بتدت تحط ان يكون هناك مجدور الانبعثات الكربونية صحيح الدول الاوروبية اللي متجاوزة او الصين لو متجاوزة هذه الانبعثات فما عندهاش حل غير انها تعمل مشروعات بقية في مكان تاني فبتاخد هي درجات يخفض الانبعث عندها واحنا بنستفيد ان المشروعات دي بتعمل عليها استثمار في يساهم في البيئة او المشروعات التنموية اللي بتمس زي الهيدروجين الاخدر او الطاقة الجيدة ومتجددة سواء كانت ريح او الطاقة شمسية بالنظر لفكرة توطين الصناعة والانتاج في مصر لو نظرنا للميزان التجاري المصر الصيني على سبيل المثال في 22 كان الصادرات الصينية الى مصر كانت حوالي 15 مليار دولار والصادرات المصرية للصين 2 مليار دولار درجة نتكلم على الاحصائية فيه 20-22 هي العكس بس هي وارداتنا الواردات بتاعتنا من الصين هي اللي كانت 12 مليار 15 كانت 15 مليار ده فرق كبير قوي يعني مش بسر فرق الصالح الصين تماما طبعا بكل تأكيد هل ممكن خلال الصينيين اللي جايه وفيه اطار كل هذه اتفاقيات التعاون وهذه الشراكة الاستراتيجية التجارية هل نقدر ان احنا نقلل هذا الفرق هو الفكرة كلها ان انت الفرق نفسه انه يقل عشان كده كنت بمنشن ان احنا يبقى عندنا توطين صنوعة وبالتالي المشروعات اللي بنعملها مع الصين مش لازم يكون التصدير كله موجه للصين لكن ممكن يفتح لي مجموعة البريكس G20 يعني ان انا نشتغل معاهم وبالتالي النهاردة لما انتج احنا مشكلة مصر على فكرة ان انت تنتج سواء هتنتج للتصدير او هتنتج لاحلال الوردات طبعا فالصين يمكن لما نيجي نبص على الحاجات اللي بتستوردها الصين هي بتستورد من مصر سوري بتستورد على مستوى العالم لغزاء غاز طبيعي فول سوية منتجات البان فكة وخضر عندنا مزايا ممكن تكون في الفكة والخضر والمنتجات الزراعية وممكن لو وصلنا لمجال منتجات الألبان برضو نقدر نصدر لها الغاز المسال والغاز الطبيعي ممكن برضو نصدر لها لكن الفكرة نفسها ان احنا بنعمل مشروعات مع شراكة استراتيجية قوية جدا مع الصين هذه المشروعات هتتصدر وكأن ما بحطش نفسي في اني بس اقل للفارق بيني وبين الصين انا اللي يهمني الفارق بين واردات مصر وصدرات مصر بغض النظر ان هو مع الصين او اي دولة اخرى يعني مثلا لو الفارق ده زاد بس انا بتديت الميزان التجاري بتاعي ببقاش فيه فجوة ويبقى عندي فقط صدرات لدول اخرى دي حاجة كويسة جدا كمان الى جانب النقطة الحركة اشارت اليها منذ قليل فكرة انشاء الشركات وغيره والمحطات اللي موجودة في مصر باستثمارات الصينية ده بيفتح يعني باب كبير جدا لسوق العمل ووظائف كتيرة جدا بتبقى متاحة الفترة اللي احنا شايفينها دلوقتي يعني ما بين مصر والصين تعرف حضرتك خلال العشر سنوات بس اللي مروا دول لما نيجي ننظر للمشروعات اللي اتعاملت في مصر سواء اتفاقات شراكة مع الصين او مع دول اخرى احنا المسالة حيثة قلت بس فكرني انا قسف للمقاطعة ان معدل البطالة سنة 2014 كان بيصل ال 14% احنا منتكلم النهاردة 6.9% فليه قصر اي استثمارات بتتم انا بأكد بس عشان الرقم اللي حدك المعلومة اللي انت تتحول لرقم لان فيه ناس كتير قوي انا محب اتكلم بالارقام لان الرقم ما بيجدبش 14% بطالة 6.8% النهاردة يبقى اكيد فيه مشروعات تمت وتعملت قدرت تجذب البطالة بالاضافة الى اللي بيدخولوا في سوء العمل كل سنة حالك قلت ان فيه مشروعات مهمة جدا في قطاعات زي الطاقة المتجددة البنية التحتية وغيرها طبعا الهدوجين الاخضر فيه جوانب بيش مكتشفة لغاية دلوقتي ما بين التعاون المصري والصيني اقتصاديا مثلا الجانب السياحي السياحة الصينية هم بتكلموا على دولتين ليهم حضرات كبيرة جدا وفيه شغف كمان عند الصينيين او الثقافة والحضرات الصينيين هم يجوا يشوفوا الحضرات المصرية ارقام بتتزايد من عدد السائحين الصينيين الى اي مدى ممكن ده يعني يبقى قطاع واعد ومهم في دعم العلاقات الاقتصادية من مصر والصين قطعا اللي حتكلمتي فيه حاجة مهمة جدا جدا يمكن لما كنا بنتكلم عن مصادر واستغرامات العملة في مصر احد المصادر اللي بتجيب لي عملة السياحة مش بس مع الصين مع دول العالم كله ولكن خلينا نكون واضحين ان هناك متغيرات سياسية بتحول فكويس قوي ان مصر قدرت تعمل ارقام في السياحة السنة اللي فاتت والسنة دي في ظل يعني لما تيجي تبص للدائرة اللي حوالين مصر كلها غزة ليبيا السودان فعندك الحاجات دي كلها السايحة النهاردة برضو اذا توفرت له فرصة انه يروح مكان بخلاف الاماكن اللي فيها مشاكل الاتفاق الاقتصادي وزيارة الرئيس للصين والاتفاق على ان يكون هناك منتدى عربي اخر في الصين كل ده بيعزز ويسهل موضوع السياحة وخصوصا اذا وصلنا لحلول في الموضوع مع غزة اعتقد ان ممكن فعلا نضيف كم كبير من السياحة الصينية على فكرة الصين برضو من الدول الغنية اه فيعة اعداد سكان كبير نعم بس احنا بنتكلم عن تريليون وبالتالي يعني واحد في المية منهم عدد كبير جدا نعم الجوالب الثقافية جدا طبعا نشكر حضرت جزيز شكر دكتور علاء علي الخبيل الاقتصاد مشكورة كفانة مع هذه القراءة الوافية شكرا نورتان دكتور علاء شكرا شكرا دكتور